مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة شكرا لدعمكم المستمر هتكلم معاكم النهاردة عن أشهر خادمة في السلمة المصرية اللي حولت الدور ده من مجرد دور ثانوي لدور بطولة بطولة لواحده كده برغم أن هي ما خدتش أبدا دور بطولة إلا أنها لحد النهاردة أشهر خادمة في السلمة المصرية وكمان أشهر خادمة دمها زي العسل في كل الأفلام هتكلمكم النهاردة عن وداد حمدي ونهاية وداد حمدي بدايتها كانت في كفر الشيخ والدها من كفر الشيخ اضطر أنه يروح في المحلة تحديدا لأنه كان موظف في شركة للغزل والنسيج قعد هناك فترة طويلة وبعد كده الراجل ده طلع على المعاش لما طلع على المعاش قرر أنه يعمل بيزنس لوحده وتجارة ما يمكن تكون في الغزل والنسيج أو في أي شيء تاني هي مش واضحة قوي الجزئية دي التجارة أو نوع التجارة اللي هو عملها بدأ يشتغل في التجارة كانوا عايشين عيشة كويسة جدا ولكن في فترة من الفترات التجارة دي بارت ما بقتش زي الأول ما بقتش تجيب فلوس ده الحال على الرجل وعلى ولاده وبنته وداد حمدي هنا وداد كان نفسها أن هي تروح تشتغل في مكان يعني علشان تصرف على نفسها تساعد والدها تساعد أخوتها فقررت أن هي تروح عند عمها في السيدة زينب تحاول أن هي تدور على أي شغل تقدر أن هي تصرف منه وبالفعل راحت عند عمها أعدت فترة ولكن الغريب أن وداد حمدي كانت نفسها أن هي تكون مطربة شايفة أن صوتها حلو وحبّة أن هي تغني وما كانش التمثيل ده على بلها إطلاقا بالفعل بدأت أن هي تحاول تتواصل مع الناس على المسارح تروح المسرح الفلاني أنا عايز أغني والمسرح الفلاني وكل مرة يطرفت طلبها لأن صوتها مش كويس ما نكحتش التجربة بتاعتها حتى لما راحت وغنت في مسرح من المسارح هنا ابتدأ حبها للفن وحبّت أن هي تفضل في مجال الفن وتشتغل في مجال الفن وبالفعل قدمت في معهد الفنون وقتها وبعدها بفترة يمكن لما كانت في تانية معهد اخترع حد أن هي تعمل مصرحية ما وطلعت في دور خادمة من هنا شافها المخرج هنري بركات وخلاها تعمل معاه فيلم في دور صغير الخادمة من وقتها صنفها المخرجين على أنها خادمة وهي قدرت كمان أن هي تبرع في دور الخادمة وداد حمدي عملت أكتر من 600 فيلم في حياتها أنتم متخيلين الرقم مفيش فنان تقريبا في مصر لحد النهاردة قدر أن هو يعمل 600 فيلم أشهر أدوارها طبعا اللي احنا عارفينها هي الخادمة ولكن هي عملت بنت الزوات وعملت الشخص الأناني وعملت شخصيات كتير ولكن احنا فاكرينها بالخادمة لأن ده أكتر الأدوار اللي هي عملتها في حياتها وبالمناسبة وداد حمدي في لقاء قديم اعتزت جدا بتقدمها لدور الخادمة لأن شايفة أن تقديم دور الخادمة بيحتاج خفة ظل مش أي حد يقدر يعمله كمان قالت أن ربطة المنديل على رأسها من الحاجات اللي بتليق جدا بوشها وبتقدمها بشكل جيد وما كانتش زعلانة أبدا أن يتم حصرها في دور الخادمة بل بالعكس كمان بتقول أن دور الخادمة قل ناس كتير جدا يتقدم لها علشان يجوزوها علشان هي برعد في الدور ده والدور ده حبب ناس كتير قوي فيها لكن بالنسبة لجوازات وداد حمدي أمرها مش واضح وأنا بعمل الفيديو ده حاولت أن أدور على جوازات وداد حمدي خصوصا أن الراحل صلاح قبيل كان من الناس اللي بيقولوا عليه أن هو اتجوز في وقت من الأوقات وداد حمدي وخلف منها ابنها عمر عمر الوحيد لوداد حمدي ولكن لما تدور في مواقع تانية بتلاقي أن المعلومة دي مش صحيحة والناس بتكذبها حتى ابن صلاح قبيل تحديدا قال أن الموضوع ده مش حقيقي ولكن لحد النهاردة على وبكيديا حتلاقوا الصفحة بتاعت وداد حمدي بتقول إن صلاح قبيل من الناس اللي اتجوزوا وداد في وقت من الأوقات جوازاتها ما بين جوازتين وما بين أربع جوازات لكن مش معروف تحديدا الجوازات بتاعتها كانت قدقين يمكن يكون أهم حاجة في الفيديو بتاع النهاردة هي نهايتها النهاية بتاعتها تبدأ من يعني متأخر شوية أو نرجع للزمن وراء شوية لحد اسمه متأ باسيليوس وده جيجيسير قرر إن هو يفتح محل سمك الدين من ناس كتير علشان يفتح محل السمك ده الدنيا ما مشيتش معاه فترة طويلة بدأ ياخد من هنا تاني وياخد من هنا تاني يسدد لدام اللي بياخده من هنا والديون تركمت عليه المشروع فشل وأصبح الناس كلها بالطالب متأ إن هو يسدد الفلوس اللي عليه متأ قرر في وقت من الأوقات إن هو يروح لأكتر من حد من الفنانين علشان يحاول يسرقه أو يستدر عطفه النفع إن هو ياخد منه فلوس علشان يسدد الديون بتاعته راح للفنانة يسرى البواب وقتها منعه إن هو يعدي أو يدخل لها يعني كتب لها خطاب يستدر عطفها ودى للبواب ولكن البواب رجع بعد شوية وقال له يسرى هانم نيمة امشي من هنا وقتها قرر إن هو حيقتل أي فنان ويسرق فلوسه اشترى سكاكين واشترى قفازات وبدأ يلف على الفنانين على سبيل المثال راح للفنان أحمد زكي كان قاعد في فندق من الفنادق لكن وهو داخل من باب الفندق أكيد هيتم تفتيشه أو يعدي على بوابة كشف المعادن وهنا هيتم كشف السكينة فشاف إن مش من المنطقي إن هو يروح للفنان أحمد زكي طلع من عند الفنان أحمد زكي راح للفنانة شريهان لقى إن فيه الشارع ده فيه شرطة يمكن يكون حد ساكن من الناس اللي بيتم تأمينهم في الشارع خاف إن يتم افتضاح أمره وعد على أكتر من فنان هشام سليم ملقهوش مش عارف مين ولحد ما وصل لوداد حمديره فع سماعة التليفون وكلمها أوهمها إن فيه تمثيلية بتعملها قناة من القنوات وكان ده سنة 1994 وقتها وداد حمديره كان عمرها تقريبا سبعين سنة رأحبت بالرجسير في بيتها وقالت له تفضل تعالى في المعاد الفلاني وفعلا دخل متى بالقفزات وبالسكينة ويعني حكى لها حكاية وهمية عن المسلسل ده عن قصته سألته عن المؤلف عن المخرج قال لها ده هم في مشوار وهيعدوا عليك علشان يتفقوا معاك على باقي التفاصيل واستأذنها إن هو يدخل الحمام بعد ما قدمت له عصير علشان يشربه هنا وداد دخلت القوضة بتاعتها علشان تجيب له يعني فوطة يمسح إيده فيها وقتها لقيت واقف وراها وماسك السكينة لابس القفزات هنا فهمة الغرض من الزيارة وإن الفيلم أو المسلسل اللي كان جاي عشانه أمر وهمي وفقا للي قريته اترجته إنه هو ما يتلهاش ياخد ساعة إيديها ياخد الفلوس اللي معاها لكن يسيبها تعيش ولكن ماتة كان لي رأي تاني ماتة ما كانش عايز حد يعرف أو يسمع أو يبقى فيه شاهد عن الجريمة كان عايز يخطط أو عايز يعمل الجريمة الكاملة فكر في كل حاجة وقال لو سبتها تعيش ممكن تبلر عني وأكيد هتعمل ده فقرر إنه هو يخلص عليها وسدد لها 34 طعنة بعد كده بدأ يدور في الشقة على حاجات كتير ملاقاش غير 270 جنيه بالزبط وخد شوية حاجات لكن لقى إن العلبة بتاعة الدهب بتاعتها مفهاش أي حاجة فخد شوية حاجات اللي هو ما خف وزنه وغلى ثمنه وخد الفلوس ومشي طبعا أكيد متى كأي مجرم بيستنى ساعات اللي بعد الجريمة يشوف الدنيا حيمشي إزاي حيتصرف إزاي وكمان علشان يخفي كل معالم الجريمة غسل كبيات العصير رتب مصرح الجريمة وحط الفنانة وداد حمدي على سريرها وقاعد يستنى يشوف مين حيقدر يكتشف ذكاؤه شايف إنه هو أشطر من أي حد عمل أي جريمة وتم القبض عليه الحقيقة إنه في مصرح الجريمة وفي خلال 48 ساعة حددوا اتنين مشتبه بيهم الريجيسير بما أنه هو آخر حد كلمها بالإضافة إلى مسجل خطر في عائلة وداد حمدي ولكن تم استبعاده المفاجأة بقى إنه وداد حمدي لما كانت بتدافع عن نفسها في خصلة خصلة شعر طلعت من متة بين إيدين الوداد حمدي اللي رحمها وما خدش باله وساعتها أكيد في الحالة اللي هو كان فيها مش هيخد باله إذا كان فيه خصلة شعر وقعت منه وتقطعت مش هيخد باله والحقيقة إنه خصلة الشعر دي اللي قادت التحقيات إنه هو الجاني لما جابوه وأنكر كل حاجة وقال أنا معرفش كل حاجة وروله خصلة الشعر وأكيد تم المعمل الجنائي بيه طابق خصل الشعر وكلام ده كله حتى لو خصلت شعر واحدة وكمان كان فيه بصمة وحيدة متة مقدرش إنه هو يمسحها أو مخدش باله إنه هو سند في الحتة دي في بيت وداد حمدي ودي قادته لحبل المشنقه بالفعل تم شنق متة في وقت من الأوقات وقلصت قلصت وداد حمدي وداد حمدي واحدة من الفنانات اللي كانت نهايتها نهاية مأساوية وغير متوقعة حزت الشارع المصري وقتها لإن الحدثة كانت بشعة جدا وداد حمدي كان ليها رصيد كبير جدا زي ما بقول لكم 600 فيلم أكيد محدش في يوم من الأيام ما شافش فيلم لوداد حمدي ما تحكش على جملة قالتها وداد حمدي الله يرحمه دي كانت نهايتها فإنها موجود لحد النهاردة نقدر نستمتع به وكمان نقدر ندعي لها بالرحمة في كل مرة بنتحك من وداد حمدي شكرا لكم وأشوفكم في حلقة جديدة بكرة تصبح على خير اشتركوا في القناة